سيداتي الوزيرتين سيدات والسادة النواب المحترمين في مناقشة الجزء الثاني أنا شخصيا كنت كيتمنى يكون حاضر معنا رئيس الحكومة أن تنزيل أولويات البرنامج الحكومي أو مشروع الميزانية يتم من خلال الجزء الثاني بالطبع ما كنت 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 رئيس الحكومة باش نقول له بحال عضو من المعارضات وحشناك وحال بحال بطل المغاربة لأن أنا مغربي كنت أقول أبا واحد الله يرحمه وأبا تاني الله ينصر أبا المغربة كاملين وهو جلالة الملك نصره الله كنت كنت من أن يكون سيد رئيس الحكومة باش يسمعنا ونسمعه يسمع من خلالنا كما يقولون المغاربة كما بغنا نتفهمه سياستو يتفهمته ما يعاني المغاربة أولويات حدناها كلنا جميع الأحزاب السياسية صحة تعليم وتشغيل جاءت الأزمة أنتم في الجزء الأول كوزارة المالية نقدر نصنفكم بعد سعر الثلطيف الجواري أحسن وزارة مالية دازوا في تاريخ المغرب من بعد سعر الثلطيف الجواري الله يطول لي العمر كين الأزمة كين الأزمة أربعة هذه الأزمة متتالية 6-38 مليار مصاريف نقصتوا 60 نقطة أساس من العجز لم نرفع الميزانية ما لدينا ما نقول لكم المشكلة اللي واقع اليوم وفي تحديد الأولويات جاءت الأزمة تبقى الملتوسطة والتبقى الفقيرة والتي لديها أولويات خلال المصروف اليومي حكومة تأتي تقول أنني أعمل في إصلاح الصحة وإصلاح التعليم تغطية إجتماعية ونخلق مناصب الشغل ولكن هذه المغربية نقنعها بهذا الكلام لأنه لم يأمر تاريخ حكومة المغربية دازت وقالت أنني أجلت نفسد الصحة ونفسد التعليم ونجعل البطالة كلهم قالوا لهم هذه الأزمة وكذبوا عليهم الحكومة السابقة نهارا جاءت أزمة البترول جاءوا هنا قالوا أننا سأضعوا عليكم جوجة درام وصبروا معنا وخرجوا هذه الناطق الرسمية بسم الحكومة قالوا لهم العام الجي ستشدون ألف درام في الشهر 2014 ما زال ما شدوها اليوم يعني لكي نتفهموا مشكلة المغربة نعرفوا بأنه ولو يمكنهم تغييرت اليوم العسعار لا يمكن أن نتوما كحكومة تأتيوا تعليمات جلالة الملك لكي تكون تغطية الاجتماعية في هذه الأربع سنوات والشركة الكبرى تدير تعريل المجتمعية المجتمع قدامكم أنتم لم تشاهدون فيهم لا يمكن سيدنا الله نصره لأسول على توزير أين الطرواة في المغرب يجبكم تجووا على هذا السؤال إما هذه الشركة الكبرى إذا أردت منه على كل شيء فهو الأجور سياسة العمومية في تشجيع المقاولة الصغيرة والمتوسطة يجبها على أرض الواقعة والشركة الكبرى ويجبنا أن نقوم بعملهم ونعملهم وبنفس الأجور يجبنا أن نحافظ على السلم الاجتماعي لا يمكن هذه الشهر سبعة شهر نحن كأغلبية حكومية أعطينا الأجل سبعة شهر ثم أطلبنا إلى خمسة سنة لفتة سنة ولكن إلا كنا مشكلة في تنزيل برامج الحماية الاجتماعية وفي السجيل الاجتماعي الموحد قبل شهر ستة أو شهر تسعودية لذلك العام لا يكون لدينا الموجهة لكي نواجه المغربة في مناقشة قانون المالية الجاي فعلا نسلحت القانون الإطار نزلت القانون الإطار جيبايات ويجعلوا عدلة ضريبية هذا الشيء الذي يروج اليوم لا ساد المحامون لا المتضررين سيكون حوار وفي الأخير سنبقوا كلنا مغربة وستنوافقوا مع بعضياتنا تواحد ما يقبل بأن يكون تهرف ضريبا في المغرب لغم ما يقال اليوم سيكون تستويلة الحوار وسيطلق الحل ولكن كي كان طلبكم كذلك بإصلاح المؤسسات العمومية 40 مليار كنت نشيل المؤسسات العمومية السيدة الوزيرة يجبون لنا البرنامج جيلا بنفس طريقة تنزيل للأسف ربعا ديالتقائق لا تقدرش تعطيني فرصة فاش نتكلم نخلي الزمالة ديالي وشكرا المدخلات وفهمت معناها كليا إلا مدخلة واحدة لم أفهمها ولم أفهم معناها ولكن بدون أن أدخل في طياتها عندي أمنية ورجاء واحد وأن تكون هذه المدخلة تعبر عن قناعات شخصية ولا تخضع لإملاءات خارجية أعيدها للمرة الثانية وأعرف ما أقول أتمنى أن تكون هذه القناعات أن تكون هذه التعبيرات نابعة عن قناعات تحترم الأخلاق السياسية ولا تخضع لإملاءات في دهاليزة لا نعرفها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر